السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب بعض الناس بيشتكوا من سوء خطهم ومش بعض الناس ولا حاجة ده معظم الناس بيشتكوا من سوء خطهم فإحنا النهاردة معانا طريقة بإذن الله تكون موفقة بالنسبة للجميع أي حد بتفرج علينا بس في البداية كده أتمنى أنك تضغط لايك وتشترك في القناة فنبدأ بسم الله كده عايزك في البداية هتخلي ابنك أو حضرتك لو حابب تحسن خطك لو ده سطر الكتابة مثلا هتيجي تعملي الحركات دي هتيجي تعملي كده بسرعة 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 خط ميل درجة الميل بتاعته بتكون موحدة بهذا الشكل والخطوط الرأسية هتخليك ماشي كده شوف أنا ماشي بعمل ازاي بسرعة بسرعة برضو ابنك أو حضرتك هتيجي تعمل نفس الحركات أهي أهي كده الطريقة دي أنا مجربة مع الطلاب بتوعي بفضل الله بفضل الله تحسن خطهم في فترة وجيزة معانا تعالوا بقى هناخد جملة وهنطبق فيها الطرق اللي احنا قلنا عليها دي واحد ودي اتنين تمام الطريقة رقم واحد دي ورقم اتنين دي انت مش هتعملهم بس هتعمل السطر هنا وتعمل السطر هنا لأ أنا عايزك أو عايز ابنك يعمل أكتر من سطر وراء بعض وما يسيبش ما بين كل سطر وسطر يسيب سطر لأ أنا عايزه يعملها ايه هنا كده على طول على طول على طول لو عمل أكتر من صفحة في اليوم مفيش أدنى مشكلة خالص عادي تمام هنكتب كده قال ولياكم مثلا دي الطريقة رقم واحد اللي هنكتب بيها العبارة بتاعتنا هنكتب قال إنما ركز معايا وهنقول لك على الطريقة دلوقتي بسهولة أشكو بسي وحزني إلى الله طريقة قدامكم اهيه تعالوا بقى نشرحها بسهولة لو جينا ناخد مثلا هنا رقم اتنين الطريقة اللي هي ايه عبارة عن ايه لو هنا مثلا النقطة هنا كده لو أسفل كل خط من دول نقطة لو جينا نعمل كده هنلاقي فعلا القصد محمد قال لنا نقطة اهو نقطة نقطة هنا كده نقطة هنا كده لو عمالنا الخط كده هنلاقي نقطة هنا كده مقدار نقطة هنا كده هنلاقي مقدار نقطة نقطة اهو نقطة 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 تمام تعالوا بقى نكتبها براحتنا القاف عبارة عن ايه النقطة وبنلف من علي منها كده وبنعمل لها رقبة ثم بنمشي من هنا لهنا مقدار اهو اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده ومن هنا كده للأعلى بنطلع الحاجات الرأسية لفوق ثم حاجة رأسية اهي وهنعمل كده على فكرة رقم 3 هنا اهي هنجهزها لان هي دي اللي هيكون عليها برضو ايه العامل الكبير في تحسين خطك بإذن الله خليك معا لآخر ثم من هنا كده بنرجع رجوع للخلف انما الالف معانا مايل ناحية اليسار من اعلى الهامزة شرطة ثم شرطة ثم عكسها النون مع الميم مع الالف مش بعرف اعملها كده حركة ممكن اهي وكأنها ثلاث نقاط في خط الركعة زي دول كده ثلاث نقاط في خط الركعة اهم دول او رقم تمانية اهي رقم تمانية وبعد كده نقطة وبننف من علي منها ومن اسفل منها وبعد كده بنطلع اهو انت نعيزك تكتب في البداية بالراحة وبعد كده اذا كتاخد على الكتابة السريعة لما تعمل الحركات اللي فوق دي اشكو الالف والهامزة شرطة ثم شرطة ثم عكسها اهو الشين بقى شرطة صغيرة او نقطتين في خط الركعة ثم نقطتين في خط الركعة ثم نقطتين في خط الركعة بقى عبارة عن ايه؟ بقى عبارة عن حرف الف الكاف لفوق ثم من هنا كده بنمشي للامام اي مشاين من اليمين الى اليسار بيكون ايه؟ بيكون في ميلان بيكون في ميلان ناحية ايه سطر الكتابة اهو وحرف الوا وقه الملاحظ هنا ايه؟ ان ما فيش ولا حرف من حروف هذه الاية الكرآنية العظيمة نزل او هبط اسفل السطر الكتابة لان الحروف اللي بتهبط تحت سطر الكتابة احنا قلنا عليها في دور التحسين خط الركعة بالقلم العادي وقلنا هي حروف كلمة ايه؟ حروف كلمة جمعه ليه الجم والحق والخاء والميم والعين والغين وحرف الها الوسطية حلو جدا بثي نقطتين ارتفاع اهو الناس اللي كان بتقول انت عايزين نكتب بسرعة هنكتب هنا في رقم 3 دي هنكتبها بسرعة الوا ونقطة وبننف من علي منها اهو وبنعمل لها رقبة ثم من هنا كده ونمشي ايه؟ للامام والقسود محمد قالنا اي مشاهل للامام بيكون في ايه؟ درجة ميل اهو حرف الحق عبارة عن ايه؟ الحق مما كنت اه بعدها حرف نازل لتحت او هبط لتحت بنجيبها بالشكل ده زي ما قلنا في خط ايه؟ في دورة خط الرقعة بالقلم العادي او تحسن خط الرقعة بالقلم العادي لكن انا عايزك تحسن خطك عايزك تكتب بسرعة تعالي يا سيدي اعملها لي ايه؟ اهي سلسن خط في خط الرقعة وامشي من هنا كده اهو هتقول لي هي كده مش قاعدة هي قاعدة الصح دي انما هنا انا بحاول ان انا حسن خطي وعايز اكتب بسرعة ما يهمنش بقى ان كنت اكتب على القاعدة ولا مكتبش حلو جدا النقطة رجوع للخلف ثم من هنا كده من هنا كده اهو تمام؟ وهارجع الرجوع اللي انا رجعت به هنا بحرف الياء الى الالف معانا شرطة ثم شرطة ثم عكساء الهمزة بتاعتنا اللام ثم حرف الياء اهو هو المرتكز على ايه؟ على السطر الله لفظ الجلال الالف بتاعنا اهو احنا يهمنا ان الخط يتحسن بس لفظ الجلال اللام ثم حركة الامام وكي انها حرف دال ثم من هنا كده نرتفع الاعلى ثم من تلتين المسافة نعمل حركة الامام نرتفع الاعلى لو جينا نبصها نلاقي ده على استقامة واحدة على استقامة واحدة على استقامة واحدة ودي برضه على استقامة واحدة وده على استقامة واحدة اي الفات او لمات او كفات هتلاقي كلها على ايه؟ على استقامة واحدة حرف الهاء حركة ثم حركة اهو دي سهلة ودي سهلة تعالوا بقى نكتبها بسرعة الناس اللي ايه؟ بتقولك احنا عايزين نكتب بسرعة يا سيد محمد عايزين نكتب بسرعة تعال نكتب بسرعة يلا واحدة واحدة مع بعض كده ونكتب ايه ونكتب العبارة او الآية الكرآنية بسرعة اهو اهو انا الكتابة السريعة بتاعتي بتكون بالشكل ده كده عايزك برضو الكتابة السريعة بتاعتك تكون بالشكل ده تكون بسرعة وفي نفس الوقت تكون منمقة وشكلها جميل بالشكل ده ماكتبش كتابة بسرعة وتكون الكتابة بتاعت ايه مش معروف يبقى في البداية هكتب بيه الشكل ده رقم اتنين ثم واحدة واحدة هكتب برقم واحد ثم رقم تلاتة دي هكتب بيها في نهاية تعلمي او تحسيني لخط الرقعة بالقلم العادي دروس تحسين خط الرقعة بالقلم العادي هتلاقوها في ديسكريبشن تحت او في صندوق الوصف الناس اللي عايزة تعرف ازاي تكتب بخط جميل بكده تكون انتهت حلقتنا اتمنى اي حد تشاهد الحلقة للنهاية انه اشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان توصل في فيديوهاتنا اللي قدر بيها حسن خطو تحت في صندوق الوصف هسيب لكم رابط جروب الواتساب تقدر تكتب الكتابة بتاعتك عليه وتنشرها في الجروب يتم تصحيحها باذن الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر